بعد فتور شاب مسار مفاوضات إعادة أحياء الاتفاق النووي الإيراني يبدو أن الأطراف المعنية عازمة على بذل جهودها للتوصل الاتفاق حتى ولو لم تظهر في الأفق بوادر انفراج فوري المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة وصف المفاوضات التي أجريت في طهران مع ممثل الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورا بأنها بناء وتم خلالها طرح مبادرات خاصة وقال إن إيران ستكون في موقع يعمل على عودة كافة الأطراف إلى فيينا إذا ردت واشنطن على الحلول المقترحة مشيرا إلى أن طهران تنتظر القرار السياسي الأمريكي بشأن المفاوضات ويعتبر تمسك طهران بشرط شطب الحرس الثوري الإيراني بما يشمل فيلق القدس من قائمة المنظمات الإرهابية يعتبر أحد أكبر العثرات في سير المفاوضات في فيينا لعدم موافقة الولايات المتحدة عليه لكن التوصل إلى مخرج لا يبدو أمرا مستبعدا في ظل تصريحات مسؤولين أوروبيين بشأن عزمهم عرض حل وسطي يتم من خلاله رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب كمحاولة أخيرة لأحياء الاتفاق النووي إيران إذن تنتظر رد واشنطن على مقترحاتها وأوروبا تؤكد مساعيها لأحياء الاتفاق مما يعزز التكهنات بإمكانية التوصل إلى اتفاق تقبل به جميع الأطراف ترجمة نانسي قنقر